السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شريف أشرف من قناة الإنجليزي بالعربي وانه هادي ان شاء الله الفيديو ده لطلاب الصف الأول لعدادي مدرس اللغات والتجربية وهناخد فيه قصيدة داي باي سير سيسيل سبرينغ رايس سيسيل سبرينغ رايس ده المؤلف أو الكاتب أو الشاعر الكاتب للقصيدة دي ولقزاريت عنارابل سير سيسيل سبرينغ رايس وانه هادي سيسيل سبرينغ رايس سيسيل سبرينغ رايس اللي كاتبه للقواية دي الابن التاني للشريف أو المباكل يعني عنارابل دي حاجة شريف يعني سيسيل سبرينغ رايس بدأ درسته مدرسة اسمها اتون وبعد كده درس في كلية اسمها باليول ان اوكسفورد في جامعة اوكسفورد بعد كده اشتغل موظف في مكتب الحرب مكتب الحرب داي زمان كان زي وزارة الدفاع كده وبعد كده في الفورين اوكس مكتب زي الخارجية وكمان بقى السكرتيري الخاص السكرتيري المشاعد الخاص الارل الارل دي كاتب عسكرية زمان زي مثلا زي لوة كده او فريق او كلام من ده دلوقتي كان زمان نرد باسمها ايرل اه الايرل ده زي مأمور يعني بتاع حجة حتة اسمها روسبري سنة الف ثمانية خمسة وتمانين وبعدها اشتغل كمان المبعوث البريطاني للدين العام في القاهرة زمان كانت بريطانيا واهمان اللي احنا لدينا فلوس لها وكلام من ده كانت بعتلنا واحد مبعوث بريطاني كده افضل قادة عندنا يلم في موارد مصر وكلها يودها لهم اقول لك ده فلوسنا تعليقوا فلوس لنا بصراحة ما عرفش اختصارات ايه دي طيب القصيدة بدول بقى ايه البحر بقول لنا انا مشغول انا مش فاضلكم فقروا فيه اكده شوفونا بعمل ايه انا البحر اللي انتو شايفيني يفاضي شوات مية بيجو دول انا اللي بعمل القارات انا اللي بقسم القارات وانا اللي بعمل الحدود البحرية بين الدول وبعضها والحاجات دي كلها انا مشغول منش فاضي انا المطر كمان اقل لك اش معنى انا انا كمان مشغول انا لما بقى على الارض كده ده مش فالفاضي انا بخطط لكم استنى وانتا تشوف السمار بقى بتاعت سقوطي على الارض ده او اصار سقوطي على الارض طبعا لما الدنيا بتشتي الزرع بيزيد والخضرة بتزيد والكلام من ده فطبعا سقوط المطر مش فالفاضي انا مشغول فالهواء عمداخل معهم اللهم يعني انتوا بتعملوا ليك ولازم وانا لأ انا كمان مشغول انا قاعد بهب هنا وهب هناك وقاعد بهب في كل حتة فوق وتحت ويمين وشمله في كل حتة انا كمان منشفاضي انا شغل ما بيخلص فالشمس عم يتقالى يعني انتوا فرحلين بنفسكم وسايبيني طبعا انا بحاولة يعني احذر مع بعض كده بس هو ده المقصود فعلا والله الشمس كمان انا مشغولة كل الكواكب اللي بتلف حوالي كلهم عارفين ان انا شغلي ما بيخلص انا كمان مشغولة الشمس والمطر والهوى والشمس معاك وهنا رفيق غلبان شغال زيكم طبعا الشعر بقى بيكلم عن نفسه يا شمس ويا امر ويا شمس ويا مطر ويا حوى ويا بحر يعني فيه كمان واحد زيكم شغال برضو ما بيبطلش شغل اللي هو الشاعر يعني شغلته او وظيفته او مهمته هتنتهيه رايب يعني انه طبعا الانسان بيموت بيجي الوقت ويموت بعد يوم بعد شهر بعد سنة بعد مئة سنة هيموت قمالا الشمس والارض والحاجات دي شغلتها ما بتخلص يعني انا شغال زي زيكم بس انا الفرق بيني وبينكو انه هيجي اليوم واموت وانتو اللي مكملين هتفضلوا شغالين زي ما انتم طيب الفكابلار بتاعنا طبعا اللي هي مقصود بيها القراط بتاعتنا يعني لما قالك ايه ده اللي هو يعني بيقولها فائدة فهيقولك لا انا مش ماليش لازمة لازمة كبيرة جدا يعني اللي هو طبعا زي ما قلنا المحصول او الامح ورز والحاجات دي المحاصيلة اللي بتطلع بعد سقوط المطر واللي لازم المطر يسقط او لازم مية عشان انه حاصيل دي تطلع اللي هي الكواكب طبعا يعني او عامل زي ما قال في الاخر في اخر استنزة خالص اما قالك ايه في واحد زيكم شغال برضو شغلتها ما بتخلص معناها عمل يعني او مهمة طيب البرفريز بتاعنا بقى بقولك الشاعر بيتكلم هنا او بيكتب عن بعض الحاجات الجميلة جدا او العمال الجمال جدا اللي موجودين في الكون او ادوات الكون يعني اللي مشغولين ودايما شغلهم وبيخلص لما احنا خلص مهمتنا وهم هيفضلوا شغالين ومجتهدين في شغلهم استخدم او الموارد او الادوات اللي بتخلي اللي بتبني الارض وبتخلينا نقدر نكمل حياة عليها يعني البحر اللي بيقسمينا الكواك بيقسمينا القارات والهوا اللي بيزوق الرياء اللي بيزوق السحب اللي بتبقى مليانة مية عشان تنزل المطر في اماكن معينة عشان يضيح محاصيل والشمس اللي بتطلع برضو عشان المحاصيل دي تتعيش بيبص على الشغل اللي البحر بيعمله بيبني لنا القارات اللي هتبقى موجودة في المستقبل he looks at what the rain does وكمان بيبص على شغل المطر it doesn't fall uselessly ما بيقعش في الفاضي it does an important job بيعمل شغلين كبيرة جدا helping the grain to grow to feed the world بيساعد ان المحاصيل تنمو وتكبر عشان تساعد العالم he continues to describe the air and its job وكمان بيكمل ويسوف لنا الهوا ووظفته just blowing here there and everywhere بيهب بيمين وشمله في كل مكان the sun too الشمس كمان has an important job to do and all the planets are aware of this as a journey around the sun الشمس كمان لها شغلانة مهمة جدا بتعملها وكواكب كلها فكلام ده لانهم كلهم بيلفوا حول الشمس the sun's job is never finished شغلانة الشمس ما بتنتهيش ابدا او مهمة الشمس بتنتهيش ابدا if it were nothing world would exist لو شغلانة الشمس خلصت if it were يعني لو لو وظيفة الشمس دي انتهت nothing would exist ما فيش حاجة اهتفضل عيش على الأرض خلص at the end of the boom وفي نهاية القصيدة the boot says that he is a fellow worker بقول انا كمان شغل زي زي كو زي زي كو انا عامل زي زي كو but unlike the sea rain air and sun ولكن عكس الشمس والهوى والمطر والبحر his task will soon be done because he will die one day وظيفة انتهو غيب جدا لنه طبعا في يوم الايام يموت his work is not as important or as unending as that of the sun or of the other things mentioned in the boom وكمان وظيفته مش بنفس الاهمية بتاعت الحاجات دي اللي هو الشمس والبحر والهوى والمطر شغلانته اولا الفرقة بينه بين الانسان وبين الحاجات دي بين الارباء اللي حنا قلنا على اليوم دول ان اولا شغل الانسان بيجي ليوم وينتهي لان الانسان بيموت وما لهم ما بيموتوش وثانيا انه شغل الانسان مش بنفس اهمية الحاجات دول بعد كده الكممنتري بتاع القصيدة بولك زبون consists of five verses or stanzas القصيدة بتاعتي بتتكون من خمس stanzas stanzas بتاعها سهل جدا يعني جاي تبقى عن كده aaaabbbbbcccccdddddddeeeee طيب ايه هو بقى الرامس اللي هو هنرجع تاني كده الرامس اللي هو النهايات بتاعت او الصوت النهائي مش الحرف النهائي يعني لو حد قالك الحرف لا هو مش الحرف النهائي هو الصوت النهائي انه ممكن ساعات تلاقي مثلا نفس الحرف بس الصوت مختلف فاخر صوت عندك اخر كلمة خالص او اخر صوت خالص في كل صطر اول واحدة c me b c تاني اول صطر c تاني صطر me ثلاث صطر b رابع صطر c يبقى ايه بقوم رقم اول الصوت يقابلني بسميه ايه الصوت اللي بعده بسميه b الصوت اللي بعده بسميه c طب لو لقيت مثلا اول صوت خالص وسميته ايه خلاص وليت نفس الصوت ده متقرر مثلا في الاستنزة رقم متين برضو خليه ايه يبقى هو الصوت ده خلاص خدر خدر حرف ايه او خدر رمز ايه فلو اتقرر تاني بعد استنزتين بعد ثلاثة بعد عشر بعد مية نفس الصوت برضو بياخد نفس الاستنزة تاني او نفس التسمية اللي انا سمتها انا سمت اي ديت اليا سي مي بي سي سمت ال اي ديت خلاص ايه قبل اتني تاني بيسميها ايه برضو مش ان هي بقى اول اربعة مسلا بسمهم ايه اللي بعدهم بسمهم بي لأ حسب الصوت فكل صوت بي قبلك بديله اسم اول صوت سمته ايه الصوت اللي بعده سمي بي الصوت اللي بعده بسمي سي الصوت اللي بعده بسمي دي خلاص القرار التاني مثلا زي ما قلنا بعد استنزة بعد اتنين بعد تلاتة بعد عشرة برضو نفس الصوت زي ما انا سميته اول استنزة او زي ما سميته في اول مرة بسمي تاني. فطبعا عندي اول خلاص قلنا اول حاجة اي 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 اي. تمام? اللي بعده رين شبه اللي فوق? لأ طبعا. فابدلوا اسم جديد اللي هو ايه? بي. طب رين فين جراين رين. برضو اللي اربعة شبه بعض يبقى بي 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 بي. بعد كده يبقى ده صوت الايه التالت. انا اقول صوت عندي ايه? وبعد كده اين. بي وبعدين اين. الصوت التالت اير. يبقى ده ايه? سي. وزير سي. وير سي. اير سي. طب بعد كده صن. في حاجة شبه قبل كده? لا اي وان. واير. وبعد كده ايه? ان. اللي صن اللي في الاخر دي. يبقى احنا قلنا ايه? ايه? بي سي. يبقى دي ايه? دي. يبقى دي. اه. صن بقى صن وان ضن صن. يبقى ايه? دي 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 دي. بعد كده. صن دي 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 تاني. يبقى ايه? خمسة دي وارة بعد. اللي هي صن وان ضن صن صن. يبقى كده ايه? ده هم هم كلهم اخر من اول اللي هي دي. عم بيزيزة صن. وبعد كده. يبقى ايه? بي سي. احنا قلنا هنا ايه? ايه? بي سي دي. يبقى دي 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 دي. اخر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اخر تمانية دول كلهم دي. يبقى نتعندك اربعة ايه? اربعة بي اربعة سي. تمانية دي. لاننا نتعندك صن وان ضن صن صن وان ضن. يبقى اخر تمانية دي. كمام? يبقى هي مش زي ما هم عاملها كده اي اي بي بي لأ مش دي. لأ انت عندك اخر تمانية دي مفيش ايه خالص. ال ايه اللي في الاخر دي كده? دي كده غلط ما نجدعه بها خالص. يبقى احنا عندنا اي 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 بي 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 سي 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 وادي كده تمانية دي واربعة. ده بتاع القصيدة. طيب. ده شغال معنى كويس او مدي لحنة كويس. ليه? يمكن يقولك. ليه? اللي هو عامله ده مع انه بسيط جدا. بس شغال كويس. قالك. قصيدة. القصيدة ما بتحاولش ان هي تتوصل لها رسالة مهمة ودايمة وكلام من ده. here. زبوت is not trying to write a great heroic poem. اللي شاعر ما بيحاولش ان هو يقدم لنا قصيدة عظيمة ملحمية وكلام من ده. he's just writing a short simple children's poem. هو بس بيحاول يكتب لنا قصيدة بسيطة جدا. للاطفال. موضوع مش كبير يعني. the poem is similar to a song and who depends on the relationship. he creates between individual words. القصيدة عبارة عن اغنية. والشاعر بيعتمد فيها عن العلاقة باللي هو ادري يعملها او يكونها بين الكلمات المفردة. وكمان العلاقة دي بتبان او بتوضح في اللي هو اعملها في اللي هو بين السطر الاول والرابعة يعني لو رجعنا تاني للقصيدة كده هتلاقي ايه? c في اول واحدة وسي في رابعة واحدة. رين تحتها في اول واحدة ورين في رابعة واحدة. تمام? هنا اير في اول واحدة اير في رابعة واحدة. هنا وهنا. طيب هنا sun وهنا sun. دي بقى اللي انا بتكلم فيه اللي هو ايه? رسم او خلى. اول سطر زي رابعة سطر. اول سطر في رابعة سطر. زي رين رين. each of the elements is personified so that each can tell which job it does. طبعا اعمل هنا personification. القصيدة كلها برا عن personification. يعني لو قل لك what are the figures of speech in this room. او كلها هتبقى personification. او تشخيص وهقول لك دلوقتي عليه. each stanza begins in the same way with the same statement. كل stanza تبدأ بنفس الطريقة ونفس الجملة. I am busy. so that a clear and easy comparison is made. عشان كده في مقارنة واضحة وسهلة جدا. اه بينا قدامنا. not strong visual images are used. مفيش اه صور اه قوية معمولة. not sound patterning. alliteration يعني. الالترation ده اللي هو ايه? بداية اول حرف من الكلمة. احنا قلنا الرائم السكيمي اللي هو اخر صوت. اللي هو بداية الكلمات. هنا نرجع تاني من القصيدة دلوقتي ونهولة. however the body depends strongly upon the matter in his boom to create a chanting sound. ولكن الشاعر بيعتمد يعني بطرقة كبيرة جدا على التوازن اللي هو عامله او القياسات بتاعت القصيدة بتاعته عشان يعمل لنا صوت غنائي في القصيدة. طيب نرجع بقى للقصيدة كتاني كده. عندك مثلا cd. الالترation مثلا زي ايه? اللي هو قلنا بدايات الحروف. فده بيعتمد او بيندرك تحت قائمة tools. احنا عندي حاجتين لو قالك طلع لي مظاهر جمال زي ما بقولوه في العربي كده. عندي حاجتين في الانجليش بقى. اللي هو devices والفيروس في سبيتش. الديفايسز اللي هي الادوات اللي الشاعر بيستخدمها عشان يتخلي الصوت كويس او يديني لحنة كويس. زي ايه الديفايسز دي? زي مثلا الالترation زي التناقض او الجناس الناقص اللي احنا بقمي عليه في العربي هو ده الالترation في الانجليش. اللي هو زي ايك. اول سطر مثلا عندك said with a c. said with a c. said with a c. ده بسميه الالترation. طيب اللي بعدها think of me. مفيش حاجة. making ماشى wait and you'll. wait هو will بردو في السطر ده. wait وول ده بردو بسميه الالترation ليه بن كلمة . BTB لو القى الدفايسز طلا اللي الالترation listener Camera اسم الي عن الس Fall in the sky Okay? am busy sit the rain? am busy sit the air Known Ana Am blowing here and Blowing Cubumbling وcitن برضو ماشى up and down and everywhere. i'm busy sit the air. am busy sit the Sun said and sun تاني اخر ساطر عندي هنا برضو ده برضو يبقى احنا كده طلعنا الالتريشن اللي عندنا قلنا وقلنا كمان ده الالتريشن الموجود في القصيدة كلها طيب لو قالك بقى طبعا اول حاجة عندك القصيدة كلها ايه هو البرسينفكيشن والمتفور والسيملي انا عندي تلاتة قلنا تلات حاجات البرسينفكيشن والمتفور والسيملي البرسينفكيشن بمنتهى البساطة هو ان انا جيب حاجة غير عاقل وديها صفة من صفات العاقل يعني مثلا ان اقولك ايه زي عندنا في العرب كده اقولك الحيطة لها ودان طيب كلمة ودان دي الحيطة اما لهاش ودان يبقى انا ديت للحيطة الغير عاقل دي صفة من صفات الانسان وهي السمع او امتلاك الازن هو ده بقى الزبط البرسينفكيشن فانت عندك لما قولك سيدزا سي البحر قال البحر ما بيقولش بس انا ديت له صفة من صفات البشر اللي هي الكلام ده برسينفكيشن طيب كل بقى القصيدة على كده سيدزا اير وستزا رين وسيدزا صن وسيدزا سي بس سيدزا سي سيدزا رين سيدزا اير سيدزا صن كلهم دول بسميهم برسينفكيشن طيب ما عنديش هنا متفور قد كده وما فيش برضو ياتفور السيملي العارفينهم برضو الدقائقari المتفور اللي هو التشبيه او اللي احنا بنسميه في العربي الاستعرار اللي انا باخد صفة حاجة بديها حاجة تانية باخد صفة حاجة بديها لحاجة تانية يقام جاولك مثلا ايه الوقت بيجري او الوقت ب لا بليش الوقت بيجري يعني ده برضو بنسميه في بارسينفيكيشن اما جاول مثلا ايه جميلة زي الامر يعني مثلا واحدة كده أقول لها أنت جميلة زي الأمر أو أنت أمر أنت أمر مش زي الأمر معلش أنت أمر You are a moon مثلا ده بسميه متافور ليه؟ أن أنا استعرضت الصفة من صفات الأمر وهي الجمال وديتها لوحدة تمام؟ طب لو قلت لها You are like a moon أو You are as a moon دي بسميها بقى الساملي يبقى إيه الفرق بين المتافور والساملي المتافور أو الاستعارة أن أنا باخد صفة من حاجة بديها حاجة بس بدون أداة تشبيه من غير as ولا like طيب الساملي هي هيها بس بستخدام as أو like يعني زي ما قلت لك كده لو قلت لها You are a moon يبقى ده بسميه متافور طب لو قلت لها You are like a moon أو You are as a moon ده على طول يبقى إيه ساملي تمام؟ البرسنفكيشن تاني قلنا أن أنا باخد صفة من صفات البناء أدم بديها الحاجة غير عقل ده على طول برسنفكيشن فالقصيدة بتاعتنا كلها برسنفكيشن ده لو قلت لك لو قلت لك عايزي تولز ما عنديش اللي هو الجناز ساموأت لك اللي هو أول حرف يبقى زي بعضه تمام؟ ما فيش كونترست تقريبا في القصيدة كلها ما فيش كونترست في القصيدة كلها طيب كده احنا اخدنا القصيدة شرحها بص دايما ما تعودش نفسك تحفظ لأ افهم وعبر بطريقتك تبقى أحسن بكتير قوي وبتخليك انت أولا تفهم أحسن وبتخلي اللي بيصحح أو اللي قدامك اللي بيسمعك يحترمك أكتر وما لا حتة اننا احفظ وسامع دي لأ فانو بشرح لك قصيدة بالعربي عشان تبقى انت فاهمها عبر بطريقتك وتحفظ يعني محدش يقول لك مثلا خد ده البرافريز بتاع القصيدة برافريز اللي هو شرحها قصيدة أظن انت أنا أعدى أقلش معكم من ساعتها فالموضوع ما هوش صعب وما هوش اللي انت فهمته مني اكتبه بطريقتك ما تحفظ حاجة ما تحفظش نفسك تمام قال لك اعمل لي الريم سكيم زي ما قلنا الريم سكيم 4A 4B 4C 8D 4A 4B 4C 8D تمام البررافريز اشرح خلاص شوف اللي الاستانزة اللي اجبها لك او قال لك برافريز زي استانزة يعني اجاب لك استانزة معينة في الامتحان قال لك اعمل لي برافريز لل الاستانزة دي اظن موضوع موش صعب ولا حاجة وا اكيد او مش عارف انتوا فهمتوا ولا لأ بس انا حاولت تبسطها لقد ما قدر يعني فلي فهم مني كويس وفهم اللي انا قلته ده كويس جدا انا اقيله بالعربيان فاللي فهمه اموني كويس عبر بقى عن الكلام ده بطريقتك ما تحفظي حاجة معينة ما تعودش نفسك تحفظ عود نفسك تفهم وعبر بطريقتك واحدة واحدة هتلاقي الموضوع معك سهل جدا وما اللي تعودت على الحفظ هتلاقي صعوبة جدا بعد كده هتتعب بعدين قوي فمن اول كده الانجليزي بتفهم ما بتحفظ فهمت عبر بطريقتك ايا كانت الكلمات اللي انت مستخدمها ضعيفة او مش قوية مثلا او مش كلمات تقيلة زي اللي هو جايبها لك في الكتاب او في الملقص او كلام من ده بس صدقني انا كمدرس انا بحترم جدا اللي بيجاوب بطريقته اللي بيفهم ويعبر بطريقته حتى لو كان مات بسيطة جدا بس معناها انك فاهم مش حافظ تمام طيب الكومنتري طبعا زي ما قلنا القصيدة هتقول لي الاستنزاب بتاعتها هتقول لي طبعا استخدم كلمات بسيطة ما استخدمش كلمات كبيرة طبعا زي ما قلنا لانه ما كانش عايز يعمل ما كانش عايز يعمل قصيدة ملحمية ولا حاجة وكان عايز يعمل قصيدة لاطفال فعشان كده الكلمات بسيطة تمام واستخدم طبعا الوحدة الاولى السطر الاول زي الرابع زي ما قلنا عشان يعمل علاقة او يربط الكلام ببعضه بشكل غنائي اممكن يسألك برضو يقول لك ليه استخدم اول سطر زي رابع سطر قلنا عشان يديني لحنة او نغمة في القصيدة لان زي ما احنا قلنا المقصود اصلا بالقصيدة ان هي قصيدة للاطفال فتبقى اللحنة بتاعها بسيط عشان الاطفال تحبها وتحفظها طيب بعد كده زي ما قلنا بقى لو قلنا لو قلنا طلعلي قلنا مفيش عندي ماشي وقلنا على الاربع حاجات اللي هنا اللي موجودين في القصيدة يعني لو قال لك طلعلي قلنا برضو مفيش موجود فيها القصيدة كلها اي حاجة سيت زي اي حد ده وكده يكون خلص الشرح بتاع القصيدة يارب تكونوا استفدتوا منها في حاجة ويارب اكون قدر توصلها لكم ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي اعترار برضو يعني مفيش اي مشكلة خالص تكتبوا لي في الكومنتز او يبعتوا لي على صفحتي على الفيسبوك بنفس الاسم او على جروب على الفيسبوك برضو انجليزي بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته